بعث رئيس الجمهورية عبد الرب منصر هادي برقية عزاء وموسى في استشهاد الشيخ ربيش علي وهبان العلي عضو مجلس النواب وهو يقود هجوما مضادا على ميليشيا الحوثية الانقلابية في منطقة المخدرة في جبهة صرواح غرب مأرب واشاد رئيس الجمهورية بمناقب الشهيد والبطولات التي سطرها مع قبائل ورجال مأرب واليمن للدفاع عن الوطن ضد ميليشيا الحوثية الكهنوتية المدعومة إيرانية وقال رئيس الجمهورية لقد خسر الوطن برحيل الشهيد أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية والسياسية التي كان لها دور كبير في مواجهة المشروع الإيراني الذي تحاول ميليشيا الحوثي نقله إلى اليمن